حاجة عامر اتكلم في النقاط مهمة جدا ويبدو نواز علام من انتقادات الاعلام في بعض الملفات وان المسؤولين ما بيطلعوش يردوا او بيتكلموا او بيناقشوا المسؤول في المشاكل دي بس الاعلام بس هو اللي بيتكلم ماشي حاجة عامر ما علينا الموسم بينتهي ولكن والله احنا يعني احنا كاعلام على المستوى الشخص احنا بنتكلم في قضايا بتبقى حقيقة والايام بتثبت ده غيرنا بقى ده موضوع تاني بس احنا بنتكلم على نفسنا دائما بنتكلم في وضايا حقيقية ولكن هو اتكلم على موضوع الحكام وقال كلام مهم جدا قالك بنوفر لهم وبنعمل لهم معسكرات ويه وكل حيهم عايزنا طب فين الفلوس فين المستحقات حكام الدارو ممتاز من الاسبوع الاربعتاشر لغاية دلوقتي ما اخدوش ولا مليم يعني اتلعب ما يقرب من حوالي 19 اسبوع فين مستحقات الحكام فين مستحقات حكام القسم التاني القسم التالت القسم الرابع لما توصل المستحقات لـ 28-30 مليون فلوس الناس دي هتتصرف امتى في حكام على فكرة بتصرف من جبع عشان تسافر تحكم ماتش في اسوان ولا في اسكنرية يعني اعتقد جزء مهم جدا من مسئولية اتحاد الكورة زي ما قال اللي احنا بنوفر كل حاجة للجنة الحكام انتو بتوفروا للجنة الحكام ببتوفرش للحكام في فرق شاز على فكرة يعني انت بتوفر مستحقات اللجنة مستحقات الخبير البرتغالي ولكن مستحقات الحكام مش موجودة والمعسكرات اللي اتعمل اتعمل معسكر ولا اتنين فين المعسكرات الدايمة فين الشغل الكبير مش موجود طيب مباراة القمة